إن القوات المسلحة قد حققت طفرة نوعية في رفع مستوى الكفاءة القتالية حتى أصبحت واحدة من أقوى جيوش العالم فقد حرصت القوات المسلحة على امتلاك مقاومات العصر من العلوم والتكنولوجيا ونظم التسليح العالمية للوفاء بالمهام المكلفة بها في حماية حدود الدولة والحفاظ على ركائز الأمن القومي المصري الحضور الكريم نشاهد الآن مرور بعض من الأسلحة والمعدات بالقوات المسلحة من يسار منصة ناقلة محمل عليها الصاروخ البحري سطح سطح وعمق سطح تراز هربون والصاروخ البحري سطح سطح تراز أوتومات يتم إطلاقهم من الفرقاطات والأنشاة الصواريخ والغواصات وتتميز هذه الصواريخ بدقة الإصابة والقدرة العالية على التدمير ناقلة أخرى محمل عليها مركبة تحييد الألغام من تراز S-LQ-48 والتي تعتبر من أكثر المركبات تطورا في تحييد الألغام البحرية بأنواعها وحتى أعماق 600 متر والتربيدات البحرية تراز مارك 46 وتراز استينغري ويتم إطلاقهم من الوحدات السطحية والهل المضاد للغواصات لتدمير صفن السطح والغواصات المعادية تمر الآن مركبة محمل عليها الغاطصة الهجومية SDV تراز دولفين وهي من أحدث الوسائل المستخدمة لدفع والتقاط جماعات الضفادع البشرية الهجومية يمر الآن الألنش القتالي تراز U-SMI ويتميز بالسرعات العالية والقدرة على المناورة الحادة ويستخدم في نقل وإنزال والتقاط والمعاونة النيرانية لجماعات الصاعقة البحرية والضفادع البشرية وكذا تأمين المصرح البحري ضد أعمال التخريب والتهريب المختلفة اللنش القتالي طراز رافال 1200 ويتميز بالقدرة على إنزال مقاتلي القوات الخاصة البحرية إلى الشواطئ غير المجهزة كما يتميز بصغر المقطع الرادري مما يصعب اكتشافه من وسائل الرصد والمراقبة المعادية وهو لنش قتالي متعدد المهام ذو بدى المضرع موسيقى